اشتركوا في القناة هذا المحارب القديم تحدث عن شعور البريطانيين بالأنفة في وجوب تناول الشاي وفقا للتقليل الإنجليزي على الرغم من أوضاع الحرب والقتل على الجانبين كان الجنود البريطانيون ضد المنحدر في قوارب وأرصفة مجموعة منهم تشرب القهوة وربما علي القول الشاي كان علي أن أخبر العقيد اسمع عندما تنهي شرب شايك يجب علينا أن ننقل القتلى بسرعة القصوى لأنه ليس من الأخلاق العقيد كوتي كان ضابطا لوجستيا وكان واحدا من ستة ضباط كناديين وزعوا الدراجات الهوائية على العساكر للوصول إلى أهدافهم للمسافة 12 كيلو مترا كانت الخطة أن يتوغل المشات لنحو 8 كيلو مترات لكنهم لم يدخلوا أعماق من ذلك الموجة الرابعة من الجنود قمنا بتزويدها بمئات دراجة على الأقل للوصول إلى أهدافها وعن الاستقبال والترحاب الحار والدافئ الذي لقاه الكنديون من سكان نورماندي في يوم النصر في يوم الإنزال العظيم قبل 70 عاما كانوا أولا من أسر الجنود الألمان تم حشرهم من قبل الناس في نورماندي كان الفرنسيون سعداء للغاية على الرغم من أنهم فقدوا الأطفال والنساء والمنازل لقد عانى سكان نورماندي حقا وعندما نرى الازدهار اليوم لا يمكن أن نصدق إنها جاءت نتيجة لنير النازية أصبح العقيد أرنست كوتي دبلوماسيا وشارك في تأسيس الأمم المتحدة بما في ذلك صياغة مثاق منظمة الصحة العالمية وتقلد مناصب وزارية في كندا في ذاكرة لسوء الحظ عن الذين قضوا حياتهم هنا لكن ماذا نريد؟ الحرية دي ثمن عندما تشاهدين شواهد القبور تصطف بشكل رائع هذا هو الإثار الذي يصنع الحرية ذاكرة الحرب داخل مقبرة بني ريفيرز في هذا المكان الذي يبعثه على السلام في ريف نورماندي يتحرك سريعا أكثر من ألف جندي دفنوا هنا وأن الجندي الكندي الأصغر المدفون هنا يبلغ من العمر 16 تسانة لترجمة نانسي قنقر